بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أصحاب الفضيلة والعلماء من ممثل الأديان الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنه لمن دواعي اعتزازنا أن نرحب مجددا بقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وبفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذين عملوا على إثراء هذا الملتغى وإنجاح هذه الزيارة الكريمة وأننا لهما شاكرين ومقدرين لما قام به سائلين المولى أن يعينهما على أداء مهمهما العظيمة ويجعلها خالصة لوجهه الكريم كما نرحب بضيوفنا الكرام أطيب ترحيب ويسرنا اللقاء بكم في هذا اليوم المبارك بمناسبة انعقاد ملتغى البحرين للحوار من أجل الإنسانية الذي نعتبره يوما مشهودا وحدثا بارزا والتي تتفق أهدافه السامية مع ما تسعى له بلادنا لخير البشرية ورفعتها لينعم كل إنسان بالحياة الكريمة والمطمئنة في عالم أكثر استغرارا وأمنا ويطيب لنا أن نعرب للجميع عن حرصنا واهتمامنا الكبير برعاية هذا التجمع العالمي الهام إيمانا منا بالدور المؤثر للقيادات الدينية وأصحاب الفكر وأهل الإختصاص في معالجة مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها مجتمعاتنا لمزيد من السلام والاستقرار ويسعدنا في ختام أعمال هذا الملتقى المبارك أن نهنوكم على نجاح أعماله بحضور ومشاركة هذه الصفوة من حكماء الشرق والقرب الذين رهنوا أنفسهم لخدمة الإنسانية والعمل من أجل رفعتها واتحدوا قولاً وعملاً لإعلاء قيم السلام والتعارف المتبادل وبالتعاون على البر والتقوى لتعزيز التآخي والتعايش السلمي بين شعوب الأرض كافة طيوفنا الأفاضل لقد تابعنا جميعاً وبكل اهتمام مداولات الملتقى ونقاشاته وأننا لننظر إلى مخرجاته وتوصياته القيمة بعين التفاؤل وبكثير من الأمل كخير دليل لتغوية مسيرة الأخوة الإنسانية التي هي بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإحياء سبل التقارب والتفاهم بين جميع أهل الأديان والمعتقدات كمدخل أساسي لإحلال التوافق محل الخلاف وإرساء الوحدة محل الفرقة ولا يسعنا على ما توصلتم له من نتاج مهمة نؤيدها أشد التأييد إلا أن نؤكد لكم بأننا سوف نوليها بإذن الله جل عنايتنا لتأخذ مسارها الصحيح ضمن مساعين التي نبذلها للإسهام في نشر السلام وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك بين دولنا وشعوبها وتحتم علينا الأوضاع الراهنة ونحن نعمل يداً بيد لتحقيق أمل المستقبل المزدهر بأن نتوافق أولاً على رأي واحد لوقف الحرب الروسية الأكرانية وبدء مفاوضات جادة لخير البشرية جمعاء والبحرين على أتم الاستعداد لتغديم ما يتطلب هذا المسعى بإذن الله وختاماً نتوجه بخالص تقديرنا للمشاركين الأجلاء على ما يبذلونه من جهد مقدر وسعي مشكور في أداء مهامهم من نبيلة وبالشكر والامتنان للجهات المنظمة التي أسهمت في الإعداد للملتغى وتنظيمة كما يجب داعينا الله عز وجل أن يسدد خطى الجميع بالتوفيق والبركات على درب المحبة والوئام بالتواصي بالحق وبالصبر لصلاح البشرية وخيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا